يتفضل الآن سماحة السيد علي الشريف محمد الأمين من جمهورية لبنان الشقيقة بإلقاء الحديث الديني بعنوان خطر التطرف والإرهاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وجميع عباده الصالحين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى حفظه الله ملك مملكة البحرين المحروسة أصحاب السمو والمعالي والسيادة والفضيلة السلام عليكم ورحمة الله وغركاته وبعد لم يعد خافياً على أحد من أولي الألباب مدى الخطورة الناجمة عن التطرف والإرهاب وتأثيرهما السيء على حياة المجتمعات وسلامة العلاقات بين الدول والشعوب وقد بات واضحاً أن الهدف من هذه الظاهرة الخطيرة التي رفعت شعار الدين في منطقتنا هو وصول تلك الجماعات إلى السلطة والحكم من خلال ارتكاب أبشع الجرائم الإنسانية التي تنشر الكراهية وتزرع العداوة والبغضاء بين أبناء الشعب الواحد والوطن الواحد وبين المسلمين ودولهم ودول وشعوب العالم وصولاً إلى إسقاط دولنا الوطنية القائمة في أوطاننا واستلام السلطة فيها وإقامة دولتهم المزعومة مكانها على جماجم الأبرياء وأشلاء الضحايا والتطرف هو الذي يشكل أرضاً صالحة لزراعة الإرهاب لأن الأول هو الذي يعمل على صناعة الفرقة والبغضاء بين فئات المجتمع التي شكلت من خلال الدولة الوطنية نسيجاً وطنياً واحداً وهذا ما يمهد للتمييز والعداوة بين أبناء الوطن الواحد على اختلاف انتماءاتهم الدينية والمذهبية وعندما تحصل العداوة تحصل الاصطفافات الطائفية والصراعات الإثنية فيكون الإرهاب ولا شك في ابتعاد التطرف والإرهاب عن الدين بكل رسالاته السماوية لأنها هي التي تشدد على كرامة الإنسان وحقوقه وهي الناهية عن الفحشاء والمنكر وعن الظلم والعدوان زعمتم أنكم للدين قمتم وتبغون العدالة صادقين فما ذنب النساء وأبرياء وما ذنب العباد الساجدين بيوت الله فجرتم وجئتم بإعدام الأسار عامدين وترجون الجنان بما جنيتم لقد جئتم ضلالاً مستبينا كذبتم في مزاعمكم فليست جنان الخلد مأوى المجرمين عرفنا الدين داعية لسلم ولا يدعو لظلم الآخرين عرفنا الدين أخلاقاً حكاها رسول خاتم للمرسلين دعا لمكارم الأخلاق طرًا وأرسل رحمةً للعالمين فما في دينه غل وبغي ولا غدر بقوم آمنين وفي القرآن حفظ النفس حكم يحرم قتلها عمدًا يقينا فعودوا عن طريقٍ ليس فيها سوى خسرانكم دنياً ودينة وليس المطلوب من المسلمين أن يقدموا شهادة حسن سلوكٍ لغيرهم ولكن المطلوب أن تقوم حكومات الدول العربية والإسلامية والأفراد والجماعات بتطبيق قيم الرسالة الإسلامية في علاقات بعضهم مع البعض الآخر ومع الآخرين والتعاون فيما بينهم على مواجهة هذا الخطر الكبير والشر المستطير والعمل على تحقيق العدالة والحرية وحفظ حقوق الإنسان ورعاية خطاب الاعتدال ودعمه وبذلك هم يقدمون الشهادة لله سبحانه وتعالى الذي وصف أمتهم بقوله كنتم خير أمةٍ أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وإن العالم لن ينظر إلى الإسلام إلا من خلال علاقات المسلمين الجارية فيما بينهم ومع غيرهم من الشعوب والأمم الأخرى وقد حاولت بعض وسائل الإعلام في غير بلد أن تعطي الإرهاب صفةً دينية أو صفةً لمنطقةٍ معينةٍ باعتبار أنها تدين بالإسلام هذا مع أن الإرهاب هو فعلٌ يصدر عن فاعله الإنسان مع غض النظر عن لونه ومعتقده وهو فعلٌ ناشع عن سوء الإرادة وفساد الإختيار وهما من الصفات الإنسانية العامة والمشتركة بين الأفراد والجماعات من مختلف الثقافات والديانات إن مثل هذه التسميات للإرهاب بأنه دينيٌ أو مذهبيٌ أو طائفيٌ يزيد من نار العداوات بين الشعوب وأتباع الديانات فما يجر في أفريقيا الوسطى من قتلٍ للأبرياء ليس إرهاباً مسيحياً ضد المسلمين وما جرى في العراق من تهجيرٍ للمسيحيين والإيزاديين ومن قتلٍ للأبرياء ليس إرهاباً إسلامياً ضد المسيحيين وغيرهم لأن التعاليم الدينية في المسيحية والإسلام تُحرِّم كل أشكال العنف والإجرام التي تُسيء إلى الإنسان وقد أكدت المرجعيات الدينية المسيحية والإسلامية على حرمة تلك الأعمال الوحشية وعلى عدم انتسابها للدين كما لا نقول بأن ما يجري للمسلمين في بورما من أعمال الإبادة والتهجير هو إرهابٌ بوذي إن الإرهاب هو فعل جماعاتٍ وأحزابٍ لا تمثل المذاهب والأديان والشعوب وإنما تمثل أنفسها وأتباعها بأعمالها الإجرامية الهادفة من ورائها للسلطة والسيطرة والنفوذ فالأحزاب والجماعات المتطرفة لا تختزل شعوبها ومذاهبها وأديانها إن محاولة إلصاق تهمة الإرهاب بدينٍ أو مذهب أو منطقة تسيء إلى سبل مكافحة الإرهاب وتعطل الوصول إلى النتيجة المقصودة من محاربته لعدم إمكان مكافحة مظاهر الإرهاب من حياة المجتمع الدولي إذا حاولنا إدخال عامل الدين أو اللون أو المنطقة في انطباق عنوان الإرهاب على الفعل والفاعل لأن ذلك مما يعطي الإرهابيين فرصةً لتمثيل الإرهابيين لمناطقهم وطوائفهم وأديانهم ويتيح لهم الاستحواذ على مزيدٍ من العناصر والأتباع إن محاربة الإرهاب مسؤوليةٌ جماعية تحتاج إلى تجميع الأفكار والقدرات المتوفرة لدى المجتمع الدولي للقضاء على هذه الظاهرة المنكرة والهادفة إلى ضرب صيغ التعددية في عصرنا والتعايش السلمي بين الدول والشعوب والمجتمعات على اختلاف أعراقها ودياناتها إن موقف الإسلام من الأعمال الإرهابية واضحٌ في الإدانة والتجريم وفي اعتبارها حربًا على الله ورسوله وينظر إليها من خلال قبح الفعل نفسه ولا يتبدل هذا الحكم ولا يتغير بتغير الفاعل فلا فرق في نظر الإسلام في قبح قتل الأبرياء ومصادرة حرياتهم وممتلكاتهم بين أن يكونوا مسلمين أو غير مسلمين كما لا فرق في النظرة الإسلامية إلى العمل الإرهابي بين أن يكون الفاعل مسلماً أو غير مسلم فإن هذا العمل مجتملٌ على الظلم القبيح بحد نفسه وهو لا يختلف باختلاف الوجوه والاعتبارات ولا يستحق فاعله إلا الذم والإدانة والعقوبة التي يستحقها وقد جاء في القرآن الكريم الحديث عن هذا المبدأ وهو النزاهة والتجرد عن الكراهية عند إصدار الأحكام على الناس كما جاء في قوله تعالى وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُوا لِلتَّقْوَى وقوله تعالى وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بَيْنَ الْعَدْلِ وَاَعْتَبَرَ قَتْلًا نَفْسِ عُدْوَانًا قَتْلًا لِلنَّاسِ جَمِيعًا كما جاء في قوله تعالى من قتل نفسًا بغير نفسٍ أو فسادٍ في الأرض فكأنّما قتل الناس جميعًا وكل عملٍ يؤدِّ إلى زعزعة الأمن والتواصل بين أفراد المجتمع وبين الشعوب والأمم بعضها مع البعض الآخر يكون مخالفًا لغاية التعدُّدية من خلق الشعوب وتنوّعها وهي غاية التعارف الشاملة للتواصل والتعايش وهي تتنافى مع كل دعوةٍ غايتها الفرقة والتحارب كما أشار القرآن الكريم إلى ذلك بقوله تعالى يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا نَهْوَى الرَّسُولَ وَنَمْقُتُوا الْإِرْهَابَ وَنَذُمُّ مَنْ كَانُوا لَهُ الْأَسْبَابَ فَمُحَمَّدٌ هُوَ لِلْفَضَائِلِ سَيِّدٌ مَلَكَ الْقُلُوبَ وَنَوَّرَ الْأَلْبَابَ وَمُحَمَّدٌ هُوَ رَحْمَةٌ فِي شَرْعِهِ الْإِرْهَابُ حُرِّمَ سُنَّةً وَكِتَابًا لَا يَنْتَمِي لِمُحَمَّدٍ إِلَّا الَّذِي سَلِمَ الْوَرَى مِنْ غَدْرِهِ وَأَنَابًا لا يَنْتَمِي لِدِيانَةٍ مُتَطَرِّفٌ يُرْدِ النُّفُوسَ وَلَا يَخَافُ حِسَابًا لا يَنْتَمِي لِمُحَمَّدٍ مُتَعَصِّبٌ لِقَبِيلِهِ تَخِذَ الْعَدَاءَ ثِيَابًا هو صاحب الخلق العظيم وخير من وتأثر هديًا وقال صوابًا ما ظره مُستهزئٌ أعمى البصيرة ظل عن قصد السبيل وخابًا بنعيبه قد رام يستر بدره والبدر يُنكر سُترةً وحجابًا كون الدعاة لهديه بتسامح سَاءَتْ تَعَصُّبُ فِعْلَةً وَخِطَابًا ولذلك فإن البحث يجب أن يكون عن الوسائل لمواجهة هذا المنكر الديني والإنساني الذي يستهدف أمتنا والعالم والذي يجب علينا كمجتمعًا مدنيًّا إنكارُه من خلال تربية أبنائنا على نبذ ثقافة التطرف والإرهاب وتعليمهم نهج الوسطية والاعتدال ويجب علينا الوقوف وراء دولنا الوطنية والالتفاف حول مرجعيتها ومؤسساتها وأن نكون عوناً لها في المواجهة لأنه ليس باستطاعتنا أن نواجه هذا الإرهاب بدون الدولة الناظمة للأمر وقد ورد في الحديث إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن والسلطان وزعت الله في أرضه وهنا تبرز أهمية المسؤولية الملقاة على عواتق الدول وولاة الأمر خصوصًا في منطقة الشرق الأوسط التي بلغ فيها الشحن الطائفي مستوًا خطيرًا يهدد نسيج الوحدة الوطنية والتعددية الثقافية في شعوبنا ومجتمعاتنا والذي بات يشكل أيضًا المناخ الملائم لانتشار ثقافة العداء والكراهية للآخر المختلف وهو ما يهدد أيضًا العلاقات مع شعوب ودول العالم الأخرى والمواجهة للإرهاب المسلح لا تقتصر على السبل العسكرية فقط بل لا بد من تجفيف منابعه الثقافية أيضًا بمواجهة التطرف والحالة الطائفية الطارئة التي تهدد الاستقرار في بلداننا وعلاقاتنا مع الشعوب الأخرى ويكون ذلك بأن يتحرك بالدرجة الأولى ولاة الأمر والحكام في دولنا العربية والإسلامية لأنهم يمتلكون الإمكانات وأدوات المواجهة لثقافة التطرف بالعمل على ترسيخ قواعد المواطنية التي تقوم على العدل والمساواة بين المواطنين وبالعمل على دعم وتظهير الفكر الديني المعتدل حتى يصبح المرجعية الدينية والفكرية لعموم المسلمين ويحصل ذلك بعدة أمور منها إنشاء المعاهد للدراسات الدينية المشتركة تأليف الكتاب الديني الواحد لطلاب المدارس الأكاديمية يتحدث فيه عن المشتركات الدينية والفضائل الإنسانية وأما خصوصيات المذاهب والأديان فهي مسؤولية المساجد والكنائس والمعابد والمعابد الخاصة بكل دين ومذهب اعتماد الوسائل الإعلامية والقنوات التلفزيونية التي تنشر فكرة الوسطية والاعتدال في مجتمعاتنا المحلية وعلى المستوى العالمي تحديث مناهج التعليم في المعاهد والمدارس الدينية وتنظيم السلك الديني وبذلك نمنع من تخرج علماء الدين من المعاهد المرتبطة بالأحزاب والدول فالعلماء هم ورثة الأنبياء والأنبياء كانوا الدعاة للإلفة والانسجام وما كانوا دعاة للفرقة والانقسام إعادة النظر في تشكيل الأحزاب السياسية على أساس ديني لأن المطلوب من العمل السياسي أن يكون لمصلحة الشعب والوطن وتشكيل الأحزاب على أساس ديني يضر بالوحدة الوطنية للشعب لأنه يؤدي إلى الفرز والانقسام بين أبناء الوطن الواحد هذا مع الدين وذاك ليس مع الدين ولا يسعنا في نهاية هذه الكلمة إلا تقديم الشكر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى حفظه الله على دعوته الكريمة وعلى جهوده المبذولة في مواجهة التطرف والإرهام داعين الله تعالى له بطول العمر والتوفيق والنجاح وأن يحفظ مملكة البحرين وشعبها من شر الأشرار ومن طوارق الليل والنهار وندعو لها بمزيد التقدم والازدهار وأن يديم عليهم نعمة الأمن والاستقرار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم صاحب الجلالة ورحمة الله وبركاته أركم